السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب وطالبات الدبلومات الفنية نظام السلاس والخمس سنوات والتعليم المزدود النهاردة هنتكلم على مادة من المواد المهمة جدا عندنا في قسم نجارة الأساس طبعا المواد كلها مهمة بالنسبة لنا ولكن مادة العمليات الصناعية هي المحور الأساسي لخدمة وتحريك كل مقتنيات وكل وحدات الأساس عندنا النهاردة نتكلم على باب مهم جدا وهو باب الأدراج الأدراج دوت عندنا كل وحدة من وحدات سواء أو الطنم أو الصالون أو المكاتب لازم ما تخلوش من الأدراج طب النهاردة هنتكلم على الأدراج هنتكلم عليها إزاي يا مستر هنتكلم على الدرج بتكون من الأجناب وظهور ووجه وقاعة طيب اللي هندرسه النهاردة في الأدراج هندرس إزاي الأدراج المتثالية الأدراج المتجورة هندرس إزاي بينحرك الأدراج الأدراج الميلة الأدراج المعلقة طبعا مهم جدا الباب اللي احنا نتكلم فيه النهاردة وهنشرح بالتفصيل اهم محتويات الضرج وهنجيبه على هيئة سين وجيم تعال نبدأ ونقول ان انا عندي اول حاجة هدرسها عندي في باب الاضراج الاوجه وجه الضرج لامة مخدم لامة بارز لامة غاطس لامة بيغط نص التخانة على افريز لامة بيغطي نص التخانة عادة لامة بيغطي التخانة كلها هنتعرف عليها وبتيجي في الدبلومات ازاي امتحانات السنين اللي فاتت السؤال ده من الاسئلة يعتبر من الاسئلة السهلة بالنسبة للطالب وفي نفس الوقت بنحاول ان احنا بقدر الامكان في الامتحانات ان احنا نوازن ما بين الامتحانات التقيلة ده جزء في اول باب الاضراج بنحاول ان احنا نخفف به على الطالب طيب تعالى نشوف اول جزئية عندنا ونشوف السؤال بيجي ازاي وازاي نجاوب عليه دلوقتي هنشوف السؤال بتاعنا بيجي ونجاوب عليه ازاي هنقول اول سؤال عندنا طبعا الاوضاع بتاعة الاضراج بنقول عليها مخدمة او برزة او غطسة او بتغطي التخانة الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه تعالى نبص ونشوف السؤال بدقول بجزء من القطاع الجانبي ارسم وجه درج مخدم مع التقفيصة طيب التقفيصة عندنا اهيت زي ما احنا شايفين اللي هي ارصة وقاع تمام انت طبعا جزء من القطاع ان انت بترسم جزء من التقفيصة بترسم ارصة وقاع تمام وابدأ اوضح له انا مش محتاج ان انا اظهر له ظهر الدرج والعلبة والكلام ده كله انا محتاج بس ابين له الدرج مع التقفيصة شكله ايه قادي القرصة وقادي القاع وقادي وجه الدرج وجه الدرج دوت عندنا التخانة بتاعته بنقول عليها اتنين او اتنين واثنين تمام هنا بنخش بمفحار تلت او نص اتخانة بتاعت وجه الدرج طبعا الجزء اللي عندنا فوق دوت جزء بتاع القنتر بلاكيه المسدب بنبدأ نتعامل مع القنتر بلاكيه ان احنا بناخد اشاط وبناخد اشرة اوكومي وبناخد اشرة اوكومي تحت وبنبدأ نعمل السدايب بتاعتنا بنقول عليها خمسة واربعين خمسة واربعين خمسة واربعين يعني بنقول عليها تقريبا لو انت عايز اسهب المسافة بتبقى سنتي ونص لو اتخانة عندنا اتنين سنتي طيب هنا بيغطي نص اتخانة وديت من الاجزاء السهلة اللي عندنا تعالى نشوف سؤال تاني وبيقول بجزء من القطاع الجانبي ارسم وجه درج غاطس سنة عن التقفيصة هنبص نلاقي ان التقفيص عندنا بتتكون من قرصة وقاع تمام ودي وجه الدرج الجزء اللي انت شايفه دوت الدخول بتاع السنة اللي احنا قلنا عليها او اللي هو طلبه معاك في السؤال تعالى بص هنا برضو نفس الكلام بالنسبة للاملكاش بيخش تلت او نص اتخانة طبعا الكلام ده كله كلام سهل جدا مفهوش اي مشكلة تعالى نخش على سؤال تاني بيقول بجزء من القطاع الجانبي ارسم وجه درج بارس سنة نفس الكلام برضو ولكن الدرج تقفيصة واحدة ولكن الدرجة هيبقى عندنا بارس سنة سنة ديت بنقول عليها من اربعة لخمسة ميلي او غاطس من اربعة لخمسة ميلي ونفس الكلام برضو بالنسبة للقاع الابلكاش بيخش نص اتخانة او تلت اتخانة قطاع الجانبي بيترسم باللون الازرق تعالى نخش على جزء تاني بيقول بجزء من القطاع الجانبي ارسم وجه درج يغطي نص التخانة على عن التقفيصة ده بيغطي نص التخانة عن التقفيصة ودية ما فيهاش اي مشكلة خالص عندنا ان احنا الدرجة بقى خرج بره التقفيصة خالص بيبدأ ان احنا يغطي النص من الجزء اللي تحت دوت تمام وبيسندوا الجزء الدرج اللي لو ادراج متتالية بيبقى بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا دوت طيب فيه جزئية تانية لازم نتكلم عليها عن نص التخانة ودية بنقول عليها صعبة شوية ولكن ما فيهاش اي مشكلة ارسم بجزء من القطاع الجانبي ارسم وجه درج يغطي نص التخانة على افريز تعالى نتعلم دلوقتي نرسم الجزئية دية على الورق معنا ونشوف ازاي احنا هنقدر نرسمها والافريز بتعمل ازاي دلوقتي هنعرف ازاي نرسم وجه درج زي ما احنا شايفين كده هنرسم التقفيصة بتاعتنا دي القرصة وقادي القاع هنبدأ نقفل ونعمل اشاط من اربعة لخمسة سنتي زي ما احنا شايفين كده طبعا دوت عشان هيبقى محمل علي درج هنبدأ نستخدم لحام زكر وانسة هنبدأ نعمل اشرة الاكومية هنا بنقول عليها اتنين ملي اهيط فوق وتحت نفس الكلام اهيط طيب هنا هنخش هنا نص التخانة احب اوضعها بقلم تاني طبعا احنا شغلين كله باللون الازرق قادي هنخش نص التخانة اهيط بتاعت وجه الدرج تمام وادي وجه الدرج بتاعنا طيب فوق هنعمل ايه هنعمل برضو للدرج اللي فوق نفس الكلام زي ما احنا شايفين برضو اهوة قادي الدرج اللي فوق تمام تعال هنا ويعمل قبل كهاش قلنا بيخش نص التخانة او التلت او ملي اتنين ملي وبتبدأ تقفلوا كده طبعا عارفين ان احنا عندنا الجزء دوت بيتهشر تهشير بتاع تهشير بتاع وجه الدرج تمام تمام طيب نفس الكلام بالنسبة ليه الجزء بتاع التقفيصة اللي بارز منها القشاط القشاط هنعمله عكس عشان يبقى باين معنا اهوة طبعا قلنا ان دية تتقسم سدايب خمسة واربعين عكس بعضها وفوق نفس الكلام طيب وجه الدرج دوت ده وجه الدرج ده بيبقى كام اتنين سنتي طيب القشاط ده من اربعة الى خمسة سنتي هنا دية نص التخانة طبعا فين الافريز ادي الافريز اهوة اللي احنا شايفينه اهوة قدامنا يبقى ده بيغطي نص التخانة اهوة ولكن على افريز وبالنسبة للدرج اللي فوق نفس الكلام ادي الافريز بتاعنا لو ادرج متتالية طيب ده الجزئية اللي خاصة عندنا بالدرج اللي بيغطي طبعا التفاصيل ديت انت بتقدر ان انت تفنشها معاك على لوحة الرسم او القراسة اللي انت شغال فيها لو كانت رسم فني او مادة عمليات صناعية طيب الجزء يبقى انا عندي ايه درج يغطي نص التخانة ويغطي نص التخانة على افريز طب بيغطي التخانة بيغطي التخانة كلها تعالى بص كده بالسؤال اللي بعده طبعا احنا قلنا ان القطاع الجانبي كله باللون الازرق بجزء من القطاع الجانبي ارسم واجه درج يغطي التخانة عن التخفيصة تمام تعالى بيغطي التخانة كلها نفس الكلام اللي احنا قلناه ادي وش الدرجة هو ولكن بيغطي التخانة طب يا مستر هو والابلكاش دوت بيتحرك معنا ازاي الابلكاش ده النسبة بتاعته سبتة ما بتتحركش معايا سواء غاطس او بارس او بيغطي نص التخانة او بيغطي التخانة كلها النسبة بتاعته ما بينه وما بين القاع بتاعتنا بيبدأ من هنا بيبدأ من الجزء بتاع القاع بتاع التقفيصة نفسها بتعمل 45 45 وبتاخد النص بتاعنا وبتبدأ من النص تاخد المفحار بتاعك اللي احنا بنقول عليه 5 ملي طيب الدرجة بيغطي نص تقفيصة نفس المستوى برضو بتاعه دي اصول صناعية لابناءنا الطلبة لازم يبقوا عارفينها انت طالب ديبلوم لازم تبقى عارف ان الابلكاش بتاعنا النسب بتاعته سبتة ما بين القاع بتاع العلبة وما بين وجه الدرج الدرج بقى غاطس بارس مغطي نص التخانة مغطي التخانة كلها النسبة بتاعته ديت ما بتتغيرش بتبدأ سبتة طب بتبدأ من اين يا مستر؟ بتبدأ من القاع من هنا الجزئية دي تمام؟ الجزئية دي تمام؟ يبقى النسبة بتاعتي ديت سبتة طب الابلكاش ادي ايه؟ قلنا ملي اتنين ملي ملي بيخش قد ايه بيخش من تلت لنص التخانة تمام تعال نخش على سؤال تاني الادراج المتجاورة بقى عندي الادراج ادراج لامة متتالية لامة متتالية متجاورة تعال نشوف السؤال ده بقى بيقول ارسم قطاع رأسي يوضح تحريك دورجين متجاورين افقيا خلي بالك من قطاع رأسي كلمة قطاع رأسي و افقي انا مش عايز قطاع افقي انا عايز قطاع رأسي ولكن الدورجين متجاورين افقيا على قاع العلبة يفصلهم خط لحام تعال نبص الرسمة بتاعتنا التقفيسة هنا لازم اعملها كاملة التقفيسة هنا لازم اعملها كاملة ولكن مش شرط ان انا اعمل هنا كويلا ولا هنا صمارة ما تفرقش معايا انا يهمني ان التقفيسة عشان ابين شكل الدورجين جنب بعض ده قطاع اي يا جماعة قطاع رأسي ولكن الدورجين متجاورين افقيا طيب تعال نبص كده معايا هتلاقي القرصة والقاع الجنبين دي هتتقفيسة بتاعتي بشكل كامل مع الاختزال فيه الاطوال والعروض اللي احنا شايفينه القطع دوت اختزال ايه فيه الاطوال وهنا في العروض عشان ما اقدرش ان انا حق الماس الحقيقي معايا في الامتحان طيب تعالوا نبص كده قادي درج وقادي درج بيفصلهم خط اللحام خط اللحام دوت ان الدرج بتاعي بيبقى مرفرف بقيمة نص استدابة استدابة ترأيه بتاعت يا بس تركت كام في كام استدابة بتاعت دي بتبقى واحد ونص في واحد اتنين في واحد تلاتة في اتنين تلاتة في اتنين طيب دي اختلف من ايه تختلف على حسب العلبة بتاعتك وعلى حسب الاستعمال وعلى حسب الأصول الصناعية لو علبة كبيرة وفيها أدراج مثلا زي أدراج المكتب بنقول عليها إن دية السيدابة بتاعت دية هتبقى اتنين في واحد طيب لو عندي الدرج دوة الدرج كومودينو أو أدراج بتاعت دولاب مثلا واحدة في قط النوم هتبقى السيدابة بتاعت دية واحد ونص في اتنين ونص يبقى احنا بنختلف السيدابة بتاعت دية اختلاف الطول والارتفاع بتاعها بناء على استخدامها طيب تعالوا نبص على الدرج الأولاني هو نفس القصة هيبان معينا في قطاع الرأس هيبان الجنبين خلاص والأبلاكاش طيب إيه الخط اللي وراء دوت الخط اللي وراء دوت ده خط الضهر الضهر بيبقى خاسس عندي من نص صنطي لسبعة ميلة تمام وعندي اختزال طبعا طيب الأبلاكاش هنا بيخش في قلب الجنب الدرج دوت قدي يا مستر بيخش نص التخانة بيخش قدي نص التخانة طيب احنا كنا قولنا بيخش فش الدرج قدي قلنا من التلت للنص من التلت لإيه للنص ماشي طيب يبقى ده الدرج الأولين طب الدرج دوت السمك بتاع جنب الدرج ده قدي احنا قلنا فش الدرج كان كام 2 سنطي وده نص سمك الدرج يبقى كام يبقى 11 ملي لإما 1 سنطي لو الدرج بتاعي وشه 2 و 2 يبقى ده 1 و 1 طب لو 2 سنطي يبقى دوت 1 سنطي بس تمام طبعا الأصول الصناعية بتقول ان انا باخد 45 45 وبطلع من النص هنا وببدأ اعمل المفحار بتاعي زي ما انت شايفه كده سواء في الجنب دوت او الجنب دوت وهكذا في الدرج اللي جنبه بتبدأ برضو طيب انصف ازاي براحتك انت النهاردة شغال باجزاء قطاعات يعني انا ممكن اعمل الدرج ده صغير والدرج ده كبير وهعمل اختزال مش فارقة معينا تمام وبالنسبة للسدابة السدابة بتبقى تحت وهتعمل سدابة فوق تمام سدابة تحت وبتعمل زيها فوق بالزبط تمام طيب تعال بقى نشوف القطاع ده افقي ومتجورين افقيا هيبان معي ازاي بص بقى سوال ده عشان الناس ما تلغبطش ارسم قطاع افقي يوضح تحريك درجين متجاورين افقيا على قاع العلبة يفصلهم خط الحاب طيب تعال اركز بعيدا في السؤال ده بيقول لي قطاع افقي التاني كان قطاع ايه رأسي كان قطاع ايه رأسي متجاورين افقيا يبقى دوت افقي والدرجين متجاورين افقيا طيب الرأس بتاعتها تبقى ازاي التقفيصة زي ما احنا شايفينها ولكن في العلبة بقى هيبان معنا ايه هيبان ايه اللي الجنبه هوت والجنبه هوت طب ايه ده هو اللون اتغير معايا ليه كده اللون اتغير عشان قطاع افق وبيتعامل باللون الاحمر طيب القطاع الرأسي كان باللون الايه بتحبر باللون الاسود وتلون باللون الاصفر طيب تعال هنا قادي جنب العلبة وقادي الجنب التاني طيب موضح هنا ايه الابلكاش بتاع الضهر لان انا بصطها من فوق العلبة يبقى انا دوت القطاع الايه الافق بتاعي لازم اشوف الابلكاش الابلكاش داخل في ايه في قلب افريز طيب دوت الجزء دوت ما يعنناش لان احنا بنتكلم على الادراج طب الادراج هيبان معايا ايه بقى هيبان محتويات الدرجة كلها لاني ببصص عليه من فوق هيبان معايا ايه قادي جنب وقادي الجنب التاني بتاع الضرب وهتباني استدابة بطول العلبة خلاص قادي استدابة هيت اللي احنا بنقول عليه طب خط اللحام فين اهيت شايف الجزء دوت ده اسمه خط اللحام الدرجين افلوا على استدابة ده اسمه يفصلهم خط لحام اسمه ايه خط ايه لحام طيب تعال هنا هو الجنب دوت هيتغير سمكه قالك لا الدرج دوت هيبقى سمكه وقت ايه هيبقى 11 ميلي برضو او 1 سنتي على حسب ما انت عامل الوش بتاعك وهنا نفس الكلام ايه ده هو هنا انا عامله بالكعب الغنفاري النص ظاهر وهنا عامله بالجرار تمام هنا بالنص ظاهر عشان اخدم الجزئية بتاعتي ديت انه هو هنا في جنب العلبة طبعا النص ظاهر بيبقى من التعشئات القوية عندي ماشي بتاخد هنا التلت وبتقفل زي ما انت شايف النقط ديت هنا نفس الكلام في الجزء اللي هو المغفل الجزء الداخلي بيبقى كعب غنفاري جرار بيد واحدة بيد ايه واحدة طيب اليد ديت الدخول بتاعها دوت تقدي ايه قال من 4 ل 5 ميلي من 4 الكام ل 5 ميلي تمام طيب استدابة هنا ايه اللي موجودة الدوائرية ديت المسامير بتاعت التسبيت بتاعتنا ديت المسامير اللي احنا بثبت بيها الايه استدابة اللي انا في التقفيصة نفسها خلاص طب استدابة ديت فوق ولا تحت مش هتفرق معي اهم حاجة ان انا قطعت في القطاع الافقي وشوفتها الدرج ده نفس الكلام طب ايه اللي ورا دوت ده 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 ما احنا قلنا قطاع افقي في القطاع الرأسي تمام او في القطاع الجانبي تمام طيب وهنا نفس الكلام قلنا ان الاشخاط دوت بيبقى كام قد ايه بتاعت افقيصة بيبقى 8 ل1 سنط 8 ملي ل1 ل10 ملي اللي هي 1 سنط تمام ودية ال45 اللي احنا اتكلمنا عليها في كل الكنتر بلاكيه اللي احنا شغالين بيه تعال نخش على سؤال تاني بيقول لي ارسل قطاع رأسي يوضح تحريك درجي المتجاورين وفقيا على استدابة مفرزة على استدابة مفرزة يبقى ايه دا دا نفس السؤال ولكن استدابة عادية دا استدابة مفرزة تعال نبص على الشكل دوت وهبدأ ارسملك برضو على الدياتا ازاي نرسم استدابة المفرزة لوحدها اللي هي الجزء دوت وهتبقى كام في كام خلاص طيب تعال نتعرف قبل ما نخش على ان انا ارسمها لك دا اللي تحت دوت استدابة عشان توازي استدابة اللي هنا دية ما استدابة المفرزة قاعد عليها الدرج دا خلاص لو انا عملت استدابة كده ما الدرج التاني هيبات على ايه لازم اعمل استدابة في نفس المستوى طب استدابة دية كام في كام يا مستر استدابة دي كل لها 4 في 2 4 في كام في 2 وهبدأ ارسمها لك دلوقتي بالخطوات بتاعتها هرسم لك استدابة بس بس بوريك الشكل بتاعها فيه القطاع بيبقى شكله ايه طيب هنا بنخش قد ايه اللي بتخش سنتي او 11 ملي خلاص في 1 سنتي يبقى الجزء بتاع التفريزة دوت بص الجزء المفرز ده اللي احنا شايفينه ده افريز خلاص بخش هنا في قلب السدابة كم 1 سنتي او 11 ملي وبقى طلع قد ايه نفس الكلام خلاص وهعمل ما يوازي الناحية التانية سدابة بنفس الكلام خلاص يبقى الارتفاع بتاعها اقدي ايه نفس الارتفاع دوت طب الارتفاع اللي بقى بعد ما خصنت الواحد سنتي كم واحد سنتي زي يوم يبقى هعمل واحد سنتي في واحد ونص عشان تبات عليه ايه جنب الدرج الايمن او الايصر الناحية التانية تعالوا نبص نشوف السدابة بتاعتنا هتترسم ازاي بالوقتي السدابة بتاعتنا هنبدأ نرسمها لوحدها هبدأ ارسم السدابة هرسم لك السدابة عشان تبقى عارف لان هي ديت اهم حاجة المحور السؤال بتاعنا ادي السدابة بتاعتي عملتها بشكل كبير اهوت طبعا المقسات اللي قدام الكاميرا مش مقسات حقيقية عشان تبقى عارف ان انت تعملها زي تبقى واضحة قدامك ادي السدابة هي طيب السدابة ديت كام اربعة في اتنين وهبدأ اوضحها لك بقلم في المصر دلوقتي طب اخش هنا النص بتاعي واعمله نقط كده واخد يمينه اربعة ميلي وشماله اربعة ميلي لغاية النص اهوت تمام عشان سيبدأ بداية بتاعتي الارتفاع بتاعها كبير جدا هيبدأ يعمل معايا مشكلة في المصمار طيب هخش هنا ادي ايه من هنا الهنا وانا هتخش واحد سنتي اهي بتاعت جنب الدرج خلاص ومن هنا نفس الكلام يبقى الجزء دوت اللي هقيم عليه جنب الدرج بتاعي اهو وهنا نفس الكلام هنزل نفس المقدار بتاعي وهنا نفس الكلام وهبدأ اطلع بالجنب بتاعي تعال انا نشوفوا كده عشان يبقى واضح معنا ادي جنب الدرج طبعا جنب الدرج عندنا بيتهشر و ادي الجنب التاني ده بيتهشر نفس الكلام وهنا طبعا فيه سواء هنا او هنا الابلكاش بتاعنا اهو انا عايزة اوريك السدابة بس لوحدها شكلها ايه ادي الابلكاش بتاعنا الناحية دي والناحية التاني نفس الكلام تمام؟ طيب هنا الجزء بتاع المفحر اللي انا عملته في النص دوت هيبقى ايه؟ قال لي هركب فيه مصمار برما ادي المصمار بتاعنا ده استلاح شكل المصمار اهوت طيب فين السدابة بتاعتي؟ تعال انا نهشر السدابة ونشوفها ادي السدابة اوضحها لك بشكل اكبر اهيت ادي استدابة اللي احنا بنقول عليها استدابة ايه؟ مفرزة الناس تخلي بالها بن المقاسات كويس جدا ايه ادي استدابة بتاعتي دي اسمها استدابة مفرزة طيب الارتفاع بتاعها قدي يا مستر الارتفاع بتاعها اربعة سنتي بنزل هنا قدي ايه؟ بنزل واحد سنتي طيب الجزء دوت واحد سنتي وهنا واحد سنتي من هنا لهنا اربعة سنتي خلاص؟ طيب الجزء دوت باخده النص وباخد اربعة ملي وهنا اربعة ملي وببدأ اعمل الدرج دوت كام؟ 11 ملي طيب الجزء دوت هيقبله النحية التانية ايه؟ استدابة عادية خالص بنفس الارتفاع دوت عشان يبات عليها الدرج النحية التانية ونفس الكلام بالنسبة لجنب العلبة هتبقى استدابة برضو هنقوم عليها ايه؟ جنب الدرج النحية التانية يبقى استدابة ديتها تبقى كام؟ اتنين في اربعة سنتي الارتفاع بتاعها اتنين سنتي بنزل واحد وواحد اللي هي ترتكز عليه ايه؟ جنب الدرج طيب ديت بتخش قد ايه؟ بتخش نص الارتفاع بتاعنا اللي هو هيبقى ايه؟ كام؟ 1 سنتي طيب يبقى احنا كده عارفنا شكل التفريزة بتاعة استدابة اللي هي قدامي ديت وهنشوفها على الرسمة اهيت بالشكل بتاعنا دوت يبقى استدابة بتاعتني اهيت فرسمناها الوحدة لان ديت اهم جزء عندنا او اصعب جزء تعال نشوف الموضوع دوت بقى كله السؤال بيجي ازاي لو كان قطاع افقي بص على السؤال بقى بيقولك ارسم قطاع افقي ووضح تحريك درجين متجاورين افقيا على استدابة مفرزة بص على استدابة مفرزة بص على استدابة مفرزة بص على استدابة مفرزة هنا هتبان معي ايه؟ اهيت طيب ايه الجزء اهيت؟ الجزء اللي هو بتاع التفريزة نفسها اهيت ودية استدابة اللي احنا حطناها عشان تسند معي هيبان معانا جزء اهوت في خلف قطعة الاساس جزء بتاع السدابة اليمين وجزء بتاع السدابة الشمال وهنا الجزء بتاع التفريزة نفسها والتسبيب بتاعها طيب ايه دا دا هي نفس الرسمة اللي فاتت ولكن الزيادة عندي التفريزات اللي وردية اللي بانت معي طبعا قطاع افقه بنعمل باللون اللحمر مع الاختزال في الاطوال والعروض ونفس التركيب الصناعي التركيب الصناعي عندي ما بتتغيرش ولكن ايه اللي بتغير عندي يا مستر؟ اللي بتغير عندي نوع التركيبة نفسها هيب اهنا استدابة هي اللي غيرت في الشكل نفسه اما التركيبة هنا كعب غينفرن نص ظاهر وهنا جرار بيد واحدة موجود وتثبيت بالمسابير موجود وهنا نفس الكلام في الدرج اللي جنبه موجود نفس الجنب هنا هيبقى القشاط والكنتر موجود نفس المسابير 8 ملي و 2 سنتر تعال نخش على الادراج المتتالية الادراج الايه المتتالية دي ادراج ايه متجاورة ادراج متتالية يعني تحت بعضها متتالية ايه رأسية قبل ما نخش نبص كده ان احنا عندنا ده شكل مفكك لادراج تحت بعضها انت عندك هنا بيباني الوش هنا الجناب هنا الظهر نفس الكلام خلاص بيبقى تحت بعضهم بالشكل اللي انت شايفه دون خلاص ودي تكوينات الدرج عندنا تعال نشوف الاسئلات تيجي عليهم ازاي ارسم قطاع رأسي لادراج تتحرك على شامبر دي الطريقة التخليدية بتاعتنا بتاعت زمان ان احنا بنعمل شامبر وبنبدأ نحرك عليه الدرج بتاعنا خلاص شامبر العادي جدا اللي هو بيبقى عبارة عن راس وايمين راسين وايمين ادي راس اهيت وبتتجمع بايه بحاجة اسمها النقر واللسان بتجمع شامبر عادي بس انا رسم جزء من القطاع بيبان معنا هو الجزء بتاع الشامبرة هو ماشي الراس نفسها الراس دي بتبقى ديه ميستر على حسب الاصول الصناعية خمسة سنتي عملتها اربعة عملتها ستة في الرنج دوت من اربعة لستة سنتي عملتها خمس سنتي ماشي عملتها اربعة سنتي ماشي طيب وده التكملة بتاعتنا ودية الاصول الصناعية اللي هو بنقول عليه اللسان اللي داخل في قلب الراس نفسها ودي الشامبر ده الطريقة ديه بنقول عليها الطريقة التقليدية بتاعتنا اللي هي بتاع الزمان ودي درج فوق ودرج تحت هيبان فيه في قطاع الرأسي هيبان جنب وجنب خلاص وهيبان انا عايز جزء ممكن تعمل الجنب التاني وتكمل بيت الدرج بتاعي ولكن انا عايز جزء يوضح لي ان انت فاهم يعني ايه شامبر بس طبعا القطاع ده قطاع رأسي تعال نشوف على ارسم قطاع جانبي لأدراك تتحرك على الشامبر نفس الكلام ولكن قطاع جانبي ازاي ده يا مستر قادي القطاع الجانبي هيبان معي وجه وجه وقادي الشامبر اللي هو تحت الدرجة هوت بيتحرك الدرجة ده على ايه الشامبر هتبان الرأس طبعا من غير التركيبة الصناعية اللي هي باينة عندي في الرأسي نقر والسان هنا هتبان الرأس والاين بس بتاعة الشامبر وطبعا اللون الازرق هو اللي بنقدر نعمل بيه القطاع الجانبي طبعا باللون الازرق تعال نخش على سؤال تاني ارسم قطاع رأسي لأدراك تتحرك على سدائب بينهم خط فاصل الطريقة التقليدية بتاعة السدائب اهيت مزدابة فوق وزدابة تحت بيتحرك عليهم الدرجة طبعا السدائب ديت برضو من الطرق هي والشامبر من الطرق القديمة اللي عندنا اللي احنا يعني بنقول ان هي ديت اول طرق بدائية قدرنا نعمل بيها الادراج ان احنا بنحط السدابة وزدابة وبنحط جنب الدرج وبيبدأ يتحرك على السدابة او بيتحرك على شامبر طيب ارسم قطاع جانبي لأدراك تتحرك على سدائب بينهم خط فاصل نفس الكلام ده لو هنلاحظ في دشابه ما بين الادراج المتجورة والادراج المتتالية الادراج المتتالية نفس الكلام خط فاصل وكل حاجة ولكن مش جمب بعضهم تحت بعضهم نفس الكلام قادي القرصة وقادي القاع وقادي وجه الدرج وقادي الابلكاش قلنا بيخش في الوجه بيمة التلتة او النص ماشي وقادي السدابة ببان معنا بالشكل دوت وبتثبت بمسامير تمام وقلنا ان وجه الدرج دوت بيبقى اتنين سنتي ونفس الكلام اللي احنا قلناه في الادراج المتجورة تعالنا بص على السؤال دوت بيقولك ارسم قطاع رأسي لدرج يتحرك على مفحار بجنب الدرج واسدابة بجنب العلبة بص بقا ديت عشان في رسمة ثانية هتلغبطك ما بينهم انا عايز جنب الدرج في مفحار خلاص واسدابة في جنب العلبة جنب الدرج في ايه مفحار والجنب فيه اسدابة يبقى الدرج دوت هتركب فيه اعمل فيه مفحار اهوت خلاص واسبت السدابة قبل ما اركب الدرج سبتت السدابة بمصمار زي ما انت شايف اهوت خلاص يبقى ده بيتحرك على ايه استدابة ديت وناخد بالنا من ان جنب الدرج ده مريح على استدابة مفيش خط فاصل هنا ولكن هاعمل ايه حاجة اسمها ملي تحريك ملي تحريك من تحت خلاص استدابة ديت بتبقى المقاس بتاعها كام يا مستر قال لي ان المسافة بتاعة المفحار نفسها اللي بتخش هنا استدابة بتخش نص السمك طب السمك بتاع جنب الدرج دوت قد ايه قال لي السمك دوت 11 او 1 سنتي 11 ملي او 1 سنتي يبقى هتخش نص سنتي في سنتي يبقى هنا هتخش نص سنتي وهنا سنتي وابدأ اثبت استدابة بتاعك ممكن اعملها سنتي ونص براحتك بس اهم حاجة ما تتقطاش النص سنتي لان لو زودت عن النص سنتي هتضعي الجنب الدرج وهيبقى الجنب عندي ضعيف خلاص نفس الكلام هنا بالنسبة للي قبل كهاش برضو ولكن بجزء الطير طبعا لازم الاختزالات ديت يا جماعة تتعمل عشان ديت اللي بتوضح ان انت مش عامل بالمقاس الطبيعي خلاص وده الدرج اللي تحديد نفس الكلام لو انت عايز تعمل درجين تحت بعض بنفس الشكل مفيش اي مشكلة خلص بص الدرج هنا اهود قادي المفحار في جنب الدرج شايف انت المفحار اهود في جنب الدرج اهود يبدأ الدرج والستدابة طبعا احنا كشفين الجزء دوت بحيث ان انت شوف استدابة وهي بتثبتها دي استدابة خلاص وقادي الدرج وقادي المفحار بيبدأ الدرج يتحرك على استدابة اللي هي ايه ديت والمفحار في جنب الدرج اللي احنا شايفينه دوت تمام تعال نخش ارسم قطاع رأسي لدرج ملاصق لجنب العلبة يتحرك على استدابة استدابة العادية جدا بتاعتنا الناس الطلبة بتاعنا ما يخافوش من اه شكل السؤال فاصل السؤال واحدة واحدة ارسم قطاع رأس طايم ماشي عايز ايه تاني قال لي ملاصق لجنب العلبة عايزو يتحرك على ايه قال لي على استدابة اتركب استدابة وده السؤال ده جاي في امتحان 19-20 2019-2020 اهو استدابة عادية جدا وقام بسبتها استدابة دي بتبقى كام؟ سنطي ونص في اثنين سنطي وبتبدأ ان انت تثبتها ويتحرك عليها الدرج اللي انت زي ما انت شايف كده والسؤال ده من الاسئلة السهلة اللي بتيجي في الاضراج وده طبعا السؤال تقليدي او حاجة تقليدية احنا بنشوفها فين في الاضراج تعالى نبص كده ادي استدابة بتاعتنا طبعا ما فيش درج الدرجة هوت اه استدابة اللي هي متسبتة في جنب العلبة نفسها تعالى نخش على سؤال تاني ارسم كطاع رأسي لدرج يبعد عن جنب العلبة يتحرك على استدابة مفرزة جميل انت عايز ايه تفصل سؤال واحدة واحدة كده يا بعد عن جنب العلبة خلاص ادي البعد اللي احنا عملناه هو خلاص يتحرك على استدابة مفرزة ادي استدابة بتاعتي وعملت التفريز الافريزة هوت تمام طبعا لو انت هناخد المقاسات مع بعضنا ابنان طالب يجاهزوا وراء وقلم وهم شغالين كده يكتبوا المقاسات اننا عندي هنا ده كلها ادي ايه قالي دي كلها سنت ونص باخد سنتي وبسيب ملي وبسيب نص كده البعد يعني الجنب العلبة قد ايه نص سنتي طب استدابة كلها قد ايه استدابة كلها واحد ونص سنتي بخش هنا قد ايه بخش سبعة ملي واسيب الباقي عشان اقدر اثبت فيه المصمار اللي انت شايفه ده ونفس الكلام برضو جنب الدرج وهنا لقبلك ايش مفيش اي مشكلة انت لو فصص السؤال ارسم قطاع رأسي تمام ده قطاع رأسي يبعد عن جنب العلبة ادي البعد عن جنب العلبة هو خلاص بيتحرك على ايه يا مستر يتحرك على الزبن فرازة يعني السؤال مجاوب نفسه ولكن انت عليك التنفيذ بتاع الرسمة نفسه ارسم قطاع رأسي لدرج يتحرك على مفحار بجنب العلبة واسدابة بجنب الدرج خلي بالك بقى السؤال دوت والسؤال اللي قبل اللي فات دوت هتطلق بط ما بينهم هو عايز السؤال دوت بيقول لي ان الدرج مفحار في جنب العلبة واسدابة في جنب الدرج كان مرة اللي فاتت ايه المفحار في جنب الدرج والسدابة في جنب العلبة ده معكوس هتلاقي الرسمة قريبة منها ولكن معكوس المرة اللي فاتت كان المفحار هنا خلاص والسدابة هنا لا اعكس بقى انما السدابة هنا هسبتها في جنب الدرج تمام ويه المفحار هو في جنب العلبة هتعمل مفحار في جنب العلبة وطم جايب جنب الدرج ومسبت فيه سدابة يبقى ديه عكس السؤال اللي قبل اللي فات على طول المفحار في جنب الدرج والزابة في جنب العلبة لا ده مفحار في جنب العلبة والزابة في جنب الدرج الس ده بداية تقدي ايه الس ده بداية زي ما احنا قلنا بتخش نص سنتي في سنتي ونص طيب بتسبس الدرج الاول خلاص وبعد كده بتعمل مفحارك وتبدأ تحرك الدرج بتاعك بعد التركيب تمام اهي زي ما احنا شايفين اهي المفحار هو الجزء دوت المظلل دوت وهنا بيبدأ يتحرك معنا الدرج يرسم قطاع رأسي يوضح تحريك درج على سدابة خشبية داخل مفحار بجنب العلبة ومفحار في رأس خشبية اسفل القرصة ده الادراج بقى المعلقة ده درج معلق عندنا قرصة هي خلاص قادي القرصة وقادي الرأس الخشبية الرأس الخشبية دي تقدي ايه يا مستر الرأس الخشبية دي بتعملها تلاتة في تلاتة تلاتة سنت في تلاتة سنت عايز تعملها تنين ونص في تنين ونص ما فيش اي مشكلة خالص ولكن تراعي ان انت وانت شغال ان الرأس الخشبية بتبقى الجزء بتاعها من خشب صلب طبعا زي خشب الزن عشان هتبدأ تتحمل درج بمحتوياته خلاص؟ طيب تعال افسس معل السؤال واحدة واحدة درج يتحرك على السدابة داخل مفحار فين المفحار؟ قادي المفحار اهوت في الرأس الخشبية خلاص؟ وهو مفحار بجنب الدرج يبقى انا عندي مفحار هنا ومفحار هنا وقدرت ان انا سابت السدابة هنا هنا سابتة وهنا حرة الحرك هنا سابتة وهنا ايه؟ حرة الحرك خلاص؟ وبتبدأ تسيب ملي خلوص عشان يبدأ يتحرك جنب الدرج باريحية خلاص؟ وهو مفحار في رأس الخشبية اسفل القرص يبقى درج معلق لما يجيلك بترسم جزء من القطاع بترسم الجنب بترسم الرأس الخشبية قلنا 2.5 في 2.5 عايز تعملها لو درجة واحد بتعملها 2 في 2 ما فيش اي مشكلة في المكاتب الدخمة بتتعمل اللي هي بتاعة المصانع بتتعمل 4 في 4 على حسب الدرج وعلى حسب الاستخدام بتاعه ولكن احنا مش انزيد عن 2.5 في 2.5 مش فرقة معانا كتير طيب داخل هنا قديه داخل نص الصم استدابة نفسها طيب وداخل هنا قديه داخل نفس الايمة يعني لو هنا داخل نص صمت تبقى داخل هنا نص صمت تمام وهنا هتبقى دوات سمكها 7 ملي طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده ارسم القطاع يوضح تحريك درجة على استدابة خشبية ماشي داخل افريز في رأس خشبية اسفل القرص طبعا هنا استدابة بقى مش هتبقى بمفحار هتدخل في قلب افريز قديه الافريز بتاعنا اهود بالشكل اللي احنا شايفين دوات وبتبدأ تركب في استدابة دية مسبتة في جنب الدرج وبنبدأ نحرك الدرج زي ما احنا عايزين استدابة نفس الكلام اتنين في اتنين او اتنين ونص في اتنين ونص او تلاتة في تلاتة ارسم قطاع رأسي لدرج يتحرق على مجرى معدنية داخل مفحار اه دي مجرى معدنية خلاص بتخش نص الصم طبعا المفحار بيبقى خمسة ملي المجرى بتبقى من اتنين ونص لتلاتة ملي تمام وببدأ ان انا سبتها في القرصة وببدأ اعمل مفحار فيه جنب الدرج وببدأ احرك عليه الدرج نفسه بوضية من الادراج المعلقة برضو ده بيتبقى في التربزات بتاعت الاجتماعات الادراج زي تلواجه المائل عندنا والوجه المائل دوت مهم جدا ولازم نبقى نمركزين مع بعض ونشوف الدنيا هتبقى ماشية معاها ازاي ورسمة بتاعته من الرسمات الاحترافية اللي انت لازم تبقى فاهمها وتشوف السؤال بيجي فيها ازاي ارسم قطاع جانبي لدرج مائل بمقابض مخلقة طيب تعالى ركز معايا بقى انا نسبة المائل بتاعت دي هتقد ايه هنا واحد ونص سنتي هنا واحد ونص سنتي وابدأ اخد المائل واخد الخط التاني موازي لي الخط التاني ايه موازي لي تمام وابدأ اعمل نسبة المائل طيب اللي تحت الدية ايه سدابة بقدر ان انا احرك عليها الدرج خلاص وبابدأ اعمل باستنبط الدوائر بتاعتي النص دايرا دية دية المقبض بتاعي مفيش مقبض هتثبت في وش الدرج خلاص هتبدأ تحركه بنقول منه فيه على طول بتبدأ ان انت تعمل تخليقة في وجه الدرج ان انت تبدأ تسحب به الدرج بتاعك طيب هنا نسبة المائل دية هتختلف عن تحت نفس النسبة طالما دخلت هنا نسبة واحد ونص سنتي اعمل تحت واحد ونص سنتي طبعا مع الاحتفاظ بالخط بتاع وجه الدرج دوت هيفرق معانا بشكل كبير جدا ان احنا نقدر نزبط نسبة المائل ما بين الدرج الاولاني والدرج التاني خلاص هنا الدرج هنا طب الظهر بتاعنا هيمين مع الوش لا مش هيمين مع الوش الظهر بتاعنا هيبقى عيدلي انا اللي عندي وش الدرج بس هو اللي مائل خلاص طب الابلكاش الابلكاش قولنا الاعتياد يبتاعه بيبدأ من هنا من الجزء اللي هو تحت دوت ومهم جدا ان احنا نبقى فاهمين احنا ازاي شغالين على الادراج المائلة بكده جماعة نبقى خلصنا الجزء بتاع الادراج سواء الادراج المتتالية او الادراج المتجورة او الادراج ذات الوجه المائل طبعا لازم نفهم ان الاسئلة بتيجي في شكل الاجابة نفسها المحتوى بتاع الاجابة نفسه في قلب السؤال يعني انت لو ركزت في السؤال بتاعك باعتنى فصص السؤال حتة حتة هتعرف ان انت تجاوب انا عايز كطاع رأسي تمام يبقى انا هشتغل باللون الايه الاسود واللون الاصفر تمام طب هو اول ما يقول لكطاع رأسي هتخيل على طول هيبان معايا فيه في كطاع الرأسي هيبان اللي جناب خلاص وهيبان الابلكاش طيب لو كان كطاع الجانبي هيبان وش الدرج وهيبان الابلكاش وهيبان الظهر بتاعي الكلام ده هيخدمنا كتير جدا في مادة الرسم الفني بشكل كبير جدا ونقدر ان احنا ناخد من باب الادراج اللي احنا بندرسه بشكل واسع نقدر ان احنا ناخد منه اجزاء في الادراج جاتلي في كطعة الاساس ادراج متجاورة انا مدرسة في المادة العمليات يا مستر هقدر ارسمها بمنتهى السلاسة ومنتهى الاريحية جاتلي الادراج المتجاورة نفس الكلام خلاص ولكن مادة العمليات لما بنيجي نتكلم عليها بتتكلم بشكل اوسع في كل باب او كل وحدة احنا بندرسها مادة الرسم الفني بيفرض عليك درج او اتنين في قلب الرسمة ما بيقدرش ما بيديش معاها تفاصيل ولكن انت التفاصيل بتاخدها من مادة ايه مادة العمليات بشكل كبير وشكل مفصل بنقدر ان احنا نطلع الايجابة بتاعتنا من خلال الاسئلة بتاعتنا نركز كويس جدا في المحتوى اللي عندنا عندنا اجزاء زي استدهابة المفرزة محتاج ان انت ترسمها مرة واثنين وتعرف النسب بتاعتها محتاج ان انت تعرف المقاسات محتاج ان انت تعرف القطاعات بتاعتنا بتتعمل بألوان ايه ازاي ان انا اقدر اهشر النسب بتاعت التهشير بتاعت ايه القطاع بتاعي هابدأ اهزر في ايه اول ما يمسك ثلاثة الام معاك قطاع جانبي هيبقى باللون الازرق قطاع رأسي هيبقى باللون الايه الاصفر قطاع افق هيبقى باللون الاحمر علم على كل سؤال هيجيلك باللون اللي انت هتبدأ ترسم به القطاع ده هيسهل عليك كتير وهيبدأ يوضح معك شكل ومفهوم الرسمة اللي انت هترسمها طيب بعد ما علمت يبقى انا هبدأ زكرة اول ما تيجي الرسمة القطاع رأسي يبقى تخيل ايه اللي هيبان في الاضراج الكلام ده مش هينطبق على الاضراج هينطبق على الاضراج والضلف والدهور والارفف وجميع محتويات المنهج بتاعنا بشكل واسع وشكل مفصل ان انت هتقدر من خلال الطريقة البسيطة ان انت بتقدر توضح الالوان بتاعتك تقدر تحل ومن خلال ان انت بتفصل كل جزء تقدر ان انت تتفصل الجزء على ورقة الاسئلة ورقة الاسئلة ممكن تقلبها وتبدأ ترسم جزء جزء وتبدأ تجمعهم معك في ورقة الاجابة وبتطلع اجابة صحيحة 100% معنا طبعا استمتعت بحضرتكم ونتمنى ان احنا نشوف طلوتنا جايبين درجات كويسة ونتمنى ان انتو نتمنى ان شاء الله في الحلقات اللي جاية ان احنا لما نتكلم على الضولف ونتكلم على محتوياتها ومفرداتها وازاي ان احنا بنجيب الاسئلة بالشكل الموسع او الشكل المفصل بتاعتها ان احنا نستفاد بها في مواد تانية زي مادة المعدات او مادة الرسم الفني طيب جزء بتاع الاضراج دواتي مصر هستفاد منه في ايه في مادة الخامات مادة الخامات انت بتدرس الخردوات اللي بتقدر تخدم معك على المادة بتاعت العمليات ومادة الرسم الفني بتبقى اجزاء من القطاعات بتاعتنا طيب اللوحة بتاعت الرسم بتاعتنا بتبدأ تتفصل ازاي اللوحة بتاعتنا بتبدأ ان انت ترسم احنا بنرسم اجزاء قطاعات لا في الرسم الفني بتبدأ ترسم قطاع كامل يعني قطاع كامل الدرج بيبان كل محتوياته بيبان اللجناب بيبان القرصة القرصة طبعا بتبان فيها الكويلة بتبان فيها الصمارة طبعا القاع بتاع العلبة لو كان هتجمع بكويلة او هتجمع بصمارة بالنسبة للجنب العلبة بالنسبة للقرصة بالنسبة للقاع بالنسبة للأضراج بالنسبة للضهر طبعا لو قطاع جانبي هيبان الظهر هيبان القرصة هيبان القاع هيبان وش الدرجة هيبان ظهر الدرجة هيبان القبلكاش ازاي ان انت بتعمل التفاصيل بتاعتك دي كلها في لوحة الرسم الفني بتاعتك بشكل موضح طبعا احنا هنتكلم بعد كده في لوحة الرسم الفني او مادة الرسم الفني لما نيجي نرسم القطاعات في الاضراج مثلا ونبدأ نقول ان الجزء دوت درسنا فاني حتة في العمليات درسناه في القرصة والقاعة درسنا الدرجة المخدم درسنا الدرجة البارز طيب نبدأ نعمل قطاع جانبي او قطاع رأسي ونبدأ نركب القطاعات على بعضها ونبدأ نعمل تباين ما بين القطاع الرأسي والقطاع الجانبي والقطاع الافقي ليه لا ان انا ركب قطاعات على بعض ونبقى موضحين التلات اجزاء دولت الطالب الشاطر ان انا خدت مع الميستر شفت في الحلقة بتاعتي ان انا زيك عملت مركب جانبي على افقي خلاص طبعا الرأسي دوت اساس عندي وابدأ اوضح مصار خط الدرج بتاعي ابدأ ان انا اركب الجزء بتاع الافقي ازاي في الجزء ايه ديت الافقي بيبقى باين معايا طب الافقي هيبان معايا ايه هيبان الجنبين هيبان التركيب الصناعية هيبان الظهر بتركيبه الصناعية هيبان ظهر العلبة هيبان وش الدرج الكلام ده كله هيبان معاك في خلال اللوحة ممكن نعمل حركة ظريفة مع بعضنا ابتداء من النهاردة ان احنا الدروس اللي احنا شرحناها الحلقات اللي فاتت او الحلقات الحلقة ديت ابدأ اجمع اللوحة وابدأ ارسم فيها الحاجات ديت بشكل قطاع كامل يعني ايه قطاع كامل يعني بدل ما بارسم لك جزء من قطاع ابدأ ارسم قطاع بشكل مفصل اجناب وضهر وابدأ احطهم جنب بعضهم في شكل اللوحة خلاص طب انا خلاص اللوحة ديت اخش في اللوحة تانية وابدأ ان انا اعمل فيها التفاصيل بتاعتنا بشكل كبير ومفصل طيب الكلام دوت بيغدمنا في المؤيسات بشكل كبير جدا ان انا بابدأ اعمل المؤيسة بتاعتي مؤيسة تفصيلية بالاجزاء بتاعتنا طبعا الاجزاء اللي احنا شرحناها النهاردة نتمنى انها تكون افادت ابنائنا الطلبة بشكل كبير جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة